مرحبا معكم افنان اليوم رح نحضر العوامة او اللقمة القاضي او اللقام اه لها اسماء كثيرة فسر معروفة عنها لها كثير كثير طيبة اه طبعا في ناس بحبوها مقرمشة في ناس بحبوها طرية رح احكي لكم في خلال الفيديو كيف تعملوها مقرمشة وكيف تعملوها طرية فبتمنى لكم مشاهدة ممتعة خلونا نشوف المكونات ونبدأ فيديو اليوم لتحضير العوامة هنحتاج 2 كوب طحين 4 كوب سميد 2 معلقة نشا معلقة غميرة فورية رشة ملح كوب زبادي اوروب وكوب مية اول شي رح نحضر عجينة العوامة هنحط اللطحين اول شي رح نضيف المكونات الجافة رح نضيف اللطحين وعليه معلقتين النشا اوكي رح نضيف السميد ومعلقة الخميرة الفورية ورشة خفيفة من الملح في ناس بيضيفوا معلقة سكر طبعا السكر بيخليها تتحمل بسرعة من قبل ما تستوي من جوه فانا ما بحط سكر يعني بكتفي بالشيرة بالنهاية وخلاص تمام رح نخلط المكونات الجافة مع بعض بعد ما تتخلط مع بعض بشكل منيح رح نضيف المكونات السائلة لدينا اللي هو الروب الروب او الزبادي ممكن تستخدموا الزبادي العادي بس خلوه بحرارة الغرفة طبعا انا استخدمته عبارة عن زبادي لكن تركته بحرارة الغرفة بعدين خلطته فصار سائل بهذا الشكل وبعد هيك اضفت كوب من المية الفاترة المية لازم تكون بحرارة الغرفة لا تكون بردة ولا ساحنة تمام عجينة العوامة ما بتكون سائلة كتير ولا بتكون كتير ماسكة مثل العجينة العادية لكن بتكون اسمك من عجينة الكيك بشوي زي ما هو طالع عندكم بالشاشة تمام هيك بعد ما غلطناهم واختلطتهم صارت عجينة العوامة معنا جاهزة رح انغطيها ونحطها بمكان دافي لمدة ساعة تتخمر وبعد هيك رح نشتغل فيها تمام هذا شكلها بعد ما مر عليها ساعة مثل ما شايفين تخمرت ارتفع حجمها تضاعف كمان هتلاقوا لما تحركوها هاي الخطوط بتبين انها يعني تخمرت بشكل منيح تمام رح نحرجك هنطلع الهوات منها صارت هيك معنا جاهزة طبعا فيه طريقتين لنحنا نعمل العوامة ممكن تستخدم من هو الكيس الحلواني رح لبرجيكم كيف وممكن تستخدموا ايدكم مع معلقة اهم شي يكون في عندكم صحن او كاسة فيها زيت وانتو بتستخدموا تحطوها في الزيت بالنسبة لي الكيس الحلواني هستخدم مقص وحط جنبية كاسة فيها زيت اول شي رح احط المقص في الزيت غضغط شوي على الكيس الحلواني فلما يطلع معايا على الحجم اللي بديه بعدين رح نستخدم المقص ونقص لا ينزل في الزيت طبعا فيه هنا خطوة كتير مهمة الزيت ما لازم يكون حام كتير بيكون دافي اول شي رح وفرجيكم الطريقة التقليدية هجيب معلقة صغيرة هحطها في زيت بعد هيك هاخد كمية من العجينة في ايدي بهذا الشكل رح اضغطها ورح تطلع من فوق المعلقة هحطها بالزيت بعد هيك هرح اخد بالمعلقة العجين وهنزله في الزيت طبعا الزيت لما نحط بالمعلقة زيت هيسهل انها تنزل معانا بكل سهولة وزي ما قلت الزيت ما لازم يكون حام كتير وهي الطريقة برضو سهلة نحنا نحط في كيس حلواني نطلع بحسب الحجم اللي بدنا اياه وبعد هيك نقص ويفضل دائما المقص نحطه في الزيت قبل ما نقص طبعا اما نحط عجينة العوامة ما نحركها الا بعد ما يطفو كله على السطح بهذا الشكل نبدأ نحركهم لحتى يتحمروا كلهم بنفس الوقت اما اذا كانوا لسه ملزئين تحت ما تحركوهم لانه هذا هيخرب القوام زباحهم فيها أنا ملاحظة كتير مهمة للي بدهم اياه يكون ام ارمش في هاي المرحلة بتصفوه بتحطوه على الجنب في مصفايا وبعد ما يبرد ويصير بحرارة الغرفة بترجعوا مرة تانية بتقلوه فهيكا بيطلع معكم ام ارمش اما اذا بدكم اياها طرية فتخلوها في الزيت زي ما هي بس بتضلكم اتحركوها لغاية ما تتحمر بعد ما تتحمر معنا حبات العوامة رح انصفيها من الزيت وبعدين هنحطها في الشيرة الشيرة لازم تكون باردة والعوامة ساخنة تمام تقلبها على السريع وبعد هيكا رح انصفي العوامة من الشيرة عنجد طلعت كتير روعة العوامة كتير طيبة سواء كانت مقرمشة او طرية طعمتها كتير كتير طيبة انا بس زينتها بشوية فسطو حلبي مطخون وبس هيك صارت معنا جاهزة بالعافية عليكم وبهيك منكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم شكرا لمتابعتكم اشكرا بكرا ان شاء الله بنفس الموعد مع وصفة جديدة من وصفاتنا الرمضانية مع السلامة اشتركوا في القناة